بداية على ضوء لقاءاتك بعدد من المسؤولين المصريين ما هي أبرز القضايا التي تم بحثها وكيف تصف العلاقات الأردنية المصرية في ظل ما تتطلع إليه الحكومة الأردنية والمصرية أستطيع العلاقات الأردنية المصرية علاقات تاريخية ثابتة وراسخة ومبنية على المحبة والأخوة وهذا طبعا ينعكس في علاقة جلالة الملك عبد الله الثاني ومفهومة الرئيس عبد الفتح السيسي والعلاقة الغوية التي تربطهم وعلاقة المحبة والأخوة بالنسبة للعلاقات السياسية والاقتصادية طبعا هي على مشتوى هناك مثل ما تفضلت تحديات عصيبة تواجه الأم العربية فعلى المشتوى الثنائي هناك قضايا مثل التجارة مثل التعاون الاقتصادي والتعاون الأمني وما إلى ذلك ولكن الأهم من ذلك هو التعاون على مستوى الإقليم وما تواجهه الأم العربية من تحديات عصيب سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي فالجهود دائما من قبل جلالة الملك وفخامة الرئيس هي لم الشمل العربي وإيجاد حلول ما يجري في العالم العربي من حروب أهلية وحالات عدم استقرار وكذلك التحديات التي تواجهها الدول العربية من التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية فهذا هو ما تم بحثه مع أخواننا في جمهورية مصر العربية جلالة الملك عبدالله الثاني هو أكثر زعيم عربي يزور مصر بشكل دوري وشهدت الأشهر الماضية أكثر من ثلاث زيارات كيف انعكست هذه العلاقات المتينة على خدمة القضايا العربية؟ طبعا أولا إذا أردنا أن نتحدث عن القضية أو التحدي الأكبر للعالم العربي هو موضوع القضية الفلسطينية وما يجري الآن من ممارسات إسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني من تقتيل وتدمير وبناء مستوطنات أو مستعمرات وما إلى ذلك وخطط لضم الضفة الغربية فطبعا الجهود تنصب الآن من قبل جلالة الملك وفخامة الرئيس على إيجاد حل للقضية الفلسطينية حل مبنية على العدالة طبعا لنيل الشعب الفلسطيني حقوق المشروع وإقامة الدول الفلسطينية داخل حدود عام 1967 بالإضافة إلى ذلك يبحث كذلك جلالة الملك وفخامة الرئيس أيضا التحديات الأخرى التي تواجه الأمة العربية هناك كذلك موضوع العراب الذي يشكل خطر ليس فقط على الأمة العربية ولكن على العالم ككل هناك عدة تحديات دائما في مباحثات التي تجري بين الزعماء العرب هذه هي التحديات التي دائما يبحثوا فيها هناك تعاون برلماني بين مصر والأردن ما هي مخرجات لقاءتكم مع رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب المصري وأيضا رئيس الوزراء وهل سنرى تعاونا أكبر وتبدل للتجارب والخبرات وزيارات في الفترة المستقبلية؟ طبعا التعاون البرلماني مهم جدا لأنه بالإضافة إلى الجهود التي تبدل على مستوى قمة الزعماء العرب وكذلك رئيس الوزارات أو السلطة التنفيذية ولكن يجب على السلطة التشريعية أن يكون لها دور كذلك لنقل وجهة النظر العربية إلى العالم الغربي إلى دول العالم التي إلها تواجد على ساحة دولية مثل الصين واليابان والتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فبعتقد أنا مثلا إذا أنشأنا لجنة إذا شكلت لجنة من قبل البرلمانين المصري والأردني ممكن أن ننقل وجهة النظر كذلك هذا بالإضافة إلى الجهود التي تبدل على مستوى القمة وهذا بعتقد مسعى خير فهذا ما نعمل عليه طبعا إحنا كمان نبحث كمان الأمور التي تتعلق بتبادل خبرات ما بين البرلمان المصري والبرلمان الأردني لأن مصر دولي عريقة ولديها خبرة هائلة في الموضوع البرلماني فبعتقد أن التعاون على جميع الجبهات وكذلك بالإضافة إلى ذلك العلاقات الثنائية